اشتركوا في القناة امتحانات السنوية العامة ربنا يا رب يكلل مجهودهم بالنجاح وبكل خير ويتمم عليهم فتة الامتحانات دي على اكمل وجه ان شاء الله ولكل مجتهد النصيب دائما بنقول ان اولادنا ومجهودنا اكيد طوال السنة بزلوا مجهود كبير تعبوا طبعا في الدراسة في الاكتهاد في ان هم كل يوم يحاولوا حصلوا مجهود دراسية بشكل اكبر وان شاء الله ربنا يعني يكلل مجهودهم ده بقى الف خير وبالنجاح والكل اولياء الامور يعني سيبوا كده توكالكم على الله سبحانه وتعالى وان شاء الله تفرحوا باولادكم يكون طبعا هذا العام عام خير وسعادة وتقدروا تحققوا حلمكم في اولادكم بان هم طبعا يلتحقوا بكل الكليات والمعاهد وكل المجالات اللي انتوا حابين ان اولادكم يتخصصوا فيها ولكن نصحيتنا طبعا لحضرتكم النهاردة ان احنا محتاجين ندعم ولادنا بشكل معناوي كبير جدا خلال هذه الفترة خلاص يعني اللي اتذكر اتذكر اللي مضى مضى ولكن اللي جاي هو الاهم ان احنا نساعدهم منهم يركزوا اكتر كلنا عارفين انه فترة الانتحانات يبقى في حالة من القلق والتوتر وفي يعني كده عدم اتذان نفسي عند اولادنا محتاجين ندعمهم بشكل كبير لانه طبيعي القلق ده ممكن يأثر عليهم وعلى قدرتهم في التحصيل النسيان من الحاجات والمؤشرات اللي بتدول طبعا انه في حالة من القلق والتوتر واكيد يعني اولاد كتير ممكن يكونوا مذكيين وحضرين ومجتهدين جدا جدا ولكن بيفجئوا انه هما مع اقتراب يعني الامتحان او مع دخول حتى لجنة الامتحان بيلاقوا نفسهم جالهم كده حالة من النسيان نسيو كل اللي تذكر ده طبعا شعور طبيعي بيحصل ويمكن الاخصائيين والاطباء بيقولوا ان ده شعور طبيعي مصحوب طبعا بيقالق والتوتر وكلنا ده ممكن مرينا بدأ ان احنا نكون مذكرين طول السنة ونيجي قبل الامتحان ليلة الامتحان او مع دخول اللجنة نحس ان احنا نسيين كل حاجة ولكن نطمن ولادنا ان هما اكتهدوا وعملوا لعليهم وبمجرد ان شاء الله ما تيجي ورقة الاسئلة ويبدأوا يمتحنوا هنلاقي انه طبعا كل شيء هيتم على الف خير وانه هيبقى فيه استرجاع بشكل طبيعي جدا للمعلومات اللي يخزنوها في عقلهم وان شاء الله يعني يقدوا الامتحانات على الف خير الراحة وقسط الراحة ده مهمة اوي ان اولادنا على مدار اليوم وعلى مدار المذاكرة وساعات المذاكرة الطويلة ياخدوا قسط كافي من الراحة كل ما كان عندهم وقت للنوم وانهم ياخدوا الوقت الكافي او القسط الكافي من النوم ده هيساعدهم على ان هما يكتهدوا اكتر يساعدوا نشاطهم بشكل اسرع يكون عندهم طاقة ان هما يذكروا ويعودوا فترة من ساعات المذاكرة بقدرة عالية من التركيز أحياناً ولدنا أو في أغلب الأحيان كمان ما بيأكلوش أدنى بيشربوا مشروبات فيها كفايين زي الأهواء والشاي والنس كافيه بيعتمدوا عليها من منطلق أنهم عايزين يزودوا من تركيزهم أو أنهم يعودوا ساعات أطول على المذاكرة ولكن ده طبعاً غلط إحنا محتاجين نقلل من المنبهات دي نيعتمد على الأطعمة اللي فيها منبهات طبيعية ممكن تحتوي على فيتامينات ويعني عناصر ممكن تساعد على التركيز بشكل طبيعي من غير ما يكون لها أضرار لأنه الكفايين الزيادة أو معدلات شرب أو تناول مشروبات فيها كفايين بتدي إحساس باليقظة وأن الشخص كده صح صح كده ومفوق ولكن لمدة زمنية معينة وبعد كده الشعور ده بينتهي ومع الأمد البعيدة أو على الوقت الطويل بنلاقي أن بيكون لها تأثيرات ممكن مش كويسة على الناحية الصحية خلينا ندي أولادنا كده طاقة كبيرة باور كبير مع بداية الامتحانات وإن شاء الله يقدوا الامتحانات على ألف خير ونكون يقينين أنه القدر ده بإيد ربنا سبحانه وتعالى ربنا كاتب لكل واحد من أولادنا مصيره مستقبله هيكون إزاي يعني قدرنا نحصل النتيجة اللي احنا عايزينها أو بنحلم بيها خير وبراء يعني ده ألف حمد وشكر ربنا سبحانه وتعالى ولكن لو أخفقنا ما قدرناش نحصل على النتائج اللي احنا بنحلم بيها ما نزعلش أن ربنا سبحانه وتعالى بيقسم الأرزاء وأكيد بيبقى شايل كل واحد شيء معين خير معين في مكان معين وناس كتير قوي ما دخلتش الكليات اللي بتحلم بيها ما كملتش الدراسة في المجالات اللي بيحلموا بيها وتخصصوا في مجالات أخرى في العمل واشتغلوا في مجالات أخرى وكانوا أنجح بكتير من ناس اشتغلت في مجال دراستها يعني بمليون مرة يعني وشوفنا ده كمان على أرض الواقع كتير جدا الناس بتشتغل في مجالات مختلفة خالص عن الدراسة ودايما بنقول أن الدراسة مختلفة يا جماعة تماما عن مجال العمل وعن سوق العمل بندرس بنتعلم عشان نكون قادرين ومؤهلين أن احنا ندخل سوق العمل ونقدر أن احنا نسبت نفسنا ونكون أشخاص مفيدين لمجتمعنا والأنفسنا بالتأكيد كل الأمنيات لأولادنا من الطلبة والطلبات السنوية العامة ان شاء الله يعني فترة انت حنتعدي على الفخير بإذن الله وخلي أملكم في ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا وإن شاء الله بالتوفيق بإذن الله نطلع معاكم دلوقتي ونسمع أغنيتنا ونرجع لكم مرة تانية